صراعنا معاكم ومقاومتنا لكم ليست لأسباب شخصية ما عنديش مشكلة شخصية أمرها اللي كانت عندي ولما كنت ديبلوماسي في منصب كنت في واحدنا على المناصب وأرقاها في سني في السن اللي كنت فيه نايب سافير وان عمره 30 سنة هناك من يلحث باش يكون بواب في سفارة هناك من يلحث باش يكون داكتيلوغراف ولا سكرتير ولا في ليرالجيري ولا فيه كنت نايب سافير رميت لكم كل شيء بما في الجوة السفر الديبلوماسي وبما فيه المنصب والمال وتركت أشياء أخرى ورائي وقلت لكم أنكم تأخذون البلاد إلى الجحيم من يريد أن يرجع لحواري مع المرحوم اللي نشره أبو منشار جمال خاشقجي رحمه الله سيجدها في جارة الحياة 2 أكتوبر 1995 أن هؤلاء الجنرالات يذهبون بالبلاد إلى الجحيم يومها كان عدد الذين قتلوا في الجزائر لم يتجاوز 30 ألف بكافة الإحصائيات اللي موجودة بعدها بخمس سنوات أي في الخال الألفين خرج بوتفليقة وقال عدد القتل أكثر من 200 ألف وتبقوا المزور في الدوحة قبل عام يقول أكثر من 250 ألف إذن من هو الإرهابي؟ أثبتنا لكم وبالأدلة وبالشهادات وأحيانا من شهادات عسكريين وعسكريين كبار أو في مهام قوية وأساسية مثل بونويرة مثلا اللي كان هو العلبة السوداء أن تعلقيت صالح لعدد كبير من السنين لعدة سنوات حكى كيف أن جبار مهنة ومخابرات جبار مهنة اللي كان هو التعدي السياسة هو المخابرات العسكرية كيف كان يأمر ضباط مخابرات يضعون قنابل في طريق التمشيد ثم يأمر المسؤولين على الثكنات أن يرسلوا كتائب من الجنود لكي تمشت فتنفجر عليهم القنابل وهذه شهادات موجودة من عند بونويرة اللي فعلته المستحيل باش تخرجوا شهاداته من الانترنت ومن الفيسبوك ومن اليوتيوب ومن الانترنت كلها لكن رأي عندنا المقاطع وسنستمر لن نتوقف مدام في هذا الجسد روح تدخل وتخرج والله ما توقفت على قول الحق ليس انتقاماً أنا لا أحمل انتقام لأحد والله لا أحمل انتقام من أحد ولا لأحد نحن لدينا مبادئ وقيم عليا نحن نناضل ونقاوم ونواجهكم من أجل الحق هذه الجزالة اللي عبثت بيها دمرتوها خربتوها فشلتوها جعلتوها وضحوك عالمية يكفي أنكم لم تجدوا إلا تبول مزور المهزل العالمي هذا جبتوه حبيتوه ما عندكمش خلاص يكفي أنكم لم تجدوا إلا أنكم ترجعوا جبار ما عندكم سجنتوه أحكام بأنه فاسد وسارق والس والسكوار وكان يقوم بكذا وكان يقوم بكذا أنتم سجنتوه أصبح هو رئيس مخابرات الخارجية اليوم ناصر الجن اللي راه يدير في العبث منتع بعض السفهاء اللي شراهم بدراهم معدودة واحيان بوعود كاذبة وغيره من أين كان؟ كان هارب هرب بعد الحراك هرب في بوطل إسبانيا بعد الحراك هو ومجموعة كبيرة من المجرمين تع المخابرات اللي كلهم رجعتوهم توفيق اللي أعطيتونه ميداليات وتكريمه كان في السجن نزار كان هارب يدعو إلى انقلاب أما نحن فنتحداكم في أي حين وفي كل حين فيما مضى فيما هو الآن فيما هو آتي أن تأتوا بجرام على المليار بجزء على المليار أن لدينا علاقة بالعنف المسلح لا نؤمن به والله لو أعطيتونا الدبابات والطائرات وقلتونا روحوا تحاربوا معانا ما جاءنا باختصار بسيط هذا دمار للبلاد نحن لا نريد أن نضيف الدمار للبلاد وأنا شخصيا لا أستطيع أن أقتل قط أو حمامة لكننا ونحن نقاومكم لن نتردد عندما نتمكن منكم أن نضعكم في القضاء العادل ويحكم عليكم قوضات عدول ويسدلون الإحكام من عندهمهم وليس من عندنا نحن كما تفعلون أنتم قضاء تليفون وسبق وقلتها لكم ونعودها لكم ليس فقط تعتقلوا عبد الرحمن وتضعوا 14 شهر في السجن والأسرة والوالدين الكبار ترحوا تهدوهم هذا كله لن يؤثر فيه أنا أضفت لكم لو جئت أمامي هنا وقطعت رؤوس أبنائي أمامي والله متى وقفت أما والدي فأنا كنت أتوقع أن يعدموا في التسعينات بعد أن غادرت ربي أطال عمارهم برغم كل ما فعلتم فيهم وتخريب البيت ومحاولة تدمير البيت ونهب ما كان فيه من مال ومن ذهب يعني اللي كانت لتعالأسرة حتى القلب سنهبتوها في جنبي 96 ما دام هناك نفس تدخل وتخرج لو لم تتركوا واحد ولو كان يقرب لي على بعد ربعين جيل أو ربعين ما أناش عارف واش لو كانت تقتلوا كل من هو قريب مني كل ما عنده علاقة بي كل ما أنا اللي أتوقف هذه القضية هي قضية شعب وهي من أجل الشعب وهي في سبيل الله وليست في سبيل دنيا ولا مال ولا سلطان لأن السبيل هذا كان أمامي وتركت وأنا ابن الثلاثين فلا يعقل أن أصاب بالجنون وأجري وراءه وأنا ابن الستين الآن جوي لي هذا أن أكون ستين عام أحكامكم تحت رجلي بالنسبة لي والله لا تساوي سنتيم دور ما تسويش لكن كما قلت إذا كان قضاءكم هو قضاء الانتقام وقضاء المسيس وقضاء الإجرام وقضاء تليفون فنحن نسعى لإقامة دولة القانون حيث القاضي لا سلط عليه إلا القانون اللي قبله الشعب وينتخب عليه الشعب ثم يطبق القاضي لا سلط عليه إلا ظميره والقانون أمامه وليس تليفون المخابرات سراجن حنوشة على المخابرات ليأمرون قضاء ويعتبرون نفسهم قضاء ويتبجحون أنهم قضاء ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء قاضيان في النار وقاضي في الجنة يقول عليه الصلاة والسلام من هم اللي في النار قاضي لم يعرف الحق ولم يحكم به وقاضي عرف الحق وحكم بالباطل فقط القاضي الذي عرف الحق وحكم بالحق اللي يقول رسول الله سلم أنه في الجنة ولذلك القضاء مش بسيطة في التاريخ الإسلامي كبار العلماء كانوا يرفضون القضاء شيء مرعب القضاء الإفتاء والقضاء شيء مرعب لمن يفهم أن هذه الدنيا زائلة وأنه لا يبقى إلا وجه ربك هذا الجلال والإكرام وأننا ذاهبون إلى الرحمن إلى الديان الذي لا يظلم عنده أحد أتعجب من قضاة ينظرون للقانون وينظرون لمن يشعر فواش وينظرون وهم يتلقون الأوامر من مكاتب ما يسمى وزير العدل اللي هو أصلا تحت عصابة الجنيرالات وتحت أوامر المخاضرات أتعجب من واحد منهم يقول أنا قاضي أنت لست قاضي أنت لست قاضي أنت عار على القضاء وعار على أنك مسلم وعار على أنك إنسان وعار على أسرتك وعار أنت تأكل في بطنك النار ماذا تفعل لك الفيلات لا أنت درة صغيرة جدا ومع ذلك تأكل في بطنك نار وتنشئ ريليا كان عندك أولاد وبنات من النار مما تأكله يامن تسمى قاضي وأنت تلقى الأوامر تحتلفون أنتم سفهاء أنتم لستم قضاء أستثني دائما قضاء يحاولون قدر الإمكان ويسعون قدر الإمكان أن يقوموا يحكموا بالحق لكن أنا أقول لك إذا لم تستطع أن تحكم بالحق فأنت لم تولد قاضي أنت لم تخلق قاضي هذا القضاء وصلتها بطريقة أو بأخرى ربما قد تكون لا شرعية أصلا ابتعد أرض الله واسعة وأرزاق الله واسعة ابتعد لا تكون يعني رصاعي سلم يقول لا تكون عندهم جابيا ولا عريفا ولا قاضيا لا تكون على هؤلاء هذا يتحدث على مسلمين ظالمين فما بالك بهؤلاء هؤلاء مرتزقة عملاء للقوى الخارجية هو رايح البرتغال فرحان جدا أنه رايح البرتغال البرتغال بلد صغير جدا 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 صغير فرحان لماذا؟ لأنه تافه يريد فقط أن يثبت أنه خرج إلى أوروبا طيب مش انت القائل أنك ستذهب قرية قرية ومنش عارف وين وين في الجزائر يخشون يخشون الشعب هذا ليس غضب بشبرك خوتي عرفوه أنا لا أغضب لنفسي أنا هذا العرض وهذه النفس وهبت لله سبحانه وتعالى من أجل الحق من أجل قيام الدولة العدل والحق والقانون والله لا أغضب لنفسي أنا غاضب على ما حدث ويحدث للبلاد وحدث ويحدث للشعب و للناس المستضعفة عندما رأيت وليست المرة الأولى ولكن حتى هذه المرة عندما رأيت قدماء الجيش اللي كاللي طارتدو كاللي طارترجلو كاللي طارع عينيه كاللي مانيش عارف كاللي مات كاللي من أجل كان يظن أنه يدافع على الجزائر رأيت أن الجنيرالات يضربونهم بالكريمورجين وبالمطاطي والهيليكومتر في السما وجيش الجزائر القادم مع الجيش من ضاربين مساكين هما ما كان في أيديهم حتى العصر لم تكن في أيديهم واعتقلوا منهم كثير كم من واحد وضربوا كم من واحد وعذبوا كم من واحد عدد من الذين اعتقلوهم عذبوهم عذابا نكورا مقدم الجيش خلاف السب والشتم والضرب بعضهم يكتب لي يقول لي والله غيرنا التحقوا بالجبال إياكم إياكم أن تلتحقوا بالجبال خلاص دوكم هم الجبال التسعينات ضحوا بكم وقتلوا بكم وقتلوكم لا تفعلوها مرة أخرى معركتنا سلمية نضموا للشعب ونضموا لحراك الشعب وسيعود هذا الحراك وبقوة ولا تكونوا مرة أخرى في أيديهم لو كان يعطوكم شوية مال مش لو كان يعطوكم شوية دراهم تعودوا الدور خذوا مبادئ قولوا أننا قضية مبدئية بالنسبة لنا مش فقط لأنهم جوعوكم وفقروكم وأذلوكم وأهنوكم وهناك من سجنوه وعذبوه لكن كم تألمت لهؤلاء وكثير منهم جوزوا ثلاثين سنة ربعين سنة خمسين سنة ستين سنة كانت ألمت ونشوفهم يضربوا شوفوا واحد منهم وش يقول قبل قبل هذه ليست جديدة لكنها كانت قبل أشهر شوفوا ونوصلوهم هذا سنة وخلالك هل تحكي دمرة العبية؟ لا يا رائسة كل حجرة تمضي مياكها كل حجرة تمضي ميايا رائسة دق الله قبلنا بكيتنا بكيتنا هذا طبعا كان من جماعة القايد صالح ومن جماعة اللي كانوا ممنين بالقايد صالح وممنين للتبون وممنين شوف اشغا يقول هذا من هدون من ولا يستبعد انه حتى كان تخب على التبون يعني لا يستبعد متألم أنا عندما نشوف هدون نتألمهم أكثر لأن الحركيين واجهوا وقاوموا وقالوا تبون مزور جابوا العسكر ما كان اشتخابات مع العصابات لكن هؤلاء خدعوهم والبعض منهم كان يظن أنها ستكون ويعطولوا ويديرولوا ومش عارفوا البلاد والنيتو شوف هؤلاء هؤلاء بعضهم رأي ينتحر اليوم فقط أخبار في خنشلة شاب تخل الغرفة نتاعوا واشعل النار وغلق الباب بالمفتاح واشعل النار في نفسه بارك نشوف لانا عندي الصورة نتاعوا أو على الأقل المعلومة كاملها باش ما يقدروش يدخلوا عليه كان غالق بالمفتاح تخيلوا واحد يدخل الغرفة ويحرق نفسه وحده إلى أي درجة وصل اليأس هؤلاء كثير منهم كانوا يعتقدون وش كانت تقول البروباغاندا النوفمبرية الباديسية اللي هي كاذبة سكتمبرية لا علاقة لها وبانديسية لا علاقة لها لا بنوفمبر لا بنباديس أو منكم كنوفمبر كبنباديس وإخوانه ونوفمبر ورجاله هؤلاء مسكين أن يغيظون أكثر احنا على الأقل قاومنا وسنظل نقاوم في الداخل وفي الخارج والأحرار اللي ننفس السجون والله كثير منهم معنويات أعلى من معنوياتي ربما والله ما كانت معنوياتي كما هي عالية هذه الأشهر الأخيرة شعرت بقوة غير مسبوقة ونحن نواجه مؤامرات وهجمات وأكاذيب وخداع واتهامات بالإرهاب واعتقالات لقاربنا والله ما زدت إلا قوة وثبات وصمود الفضل لله أولا ثم الصدق عندما تصدق في معركتك فإن الأيام كلما مرت الأيام ازددت شراسة وقوة وصدقا وثباتا وهكذا ننتصر بإذن الله شوفوا لا أحد أخر شي يقول أيضا من اللي كانوا يمنوا بهم وكانوا قاتلوا معهم بتسعينات شوفوا يقول موسيقى اشتركوا في القناة يجب أن يتحققنا ونحن نتحقنا كانوا معهم وكانهم يقولوا أنهم نحرر من طلحة مع Labalouche ومن طلحة تلك المخابرات مع Labalouche مسكين ونهار اللي يفتحوا لهم خلهم يدخلوا يعني هذو اللي قدمان الجيش لأنهم كان يظن صح رايحار في الإرهاب وكان صح أمامه بعض الملتحين لكن كان الجزء الأكبر منهم أنت عموا خبرات بن يمسوس وبن عكنون أنت عموا ناصر الجن ونتع شنقريحة ونتع جبار مهنة ونتع توفيق ونتع اسماعيل ونتع القائمة الطويلة تع القائمة الطويلة خليني عاود نذكركم المساعدة يبعتلي انتع هذك الهوار عاود أبعتلي انتع الهواري من فضلك باش خاطر شي فوجئت أنك الناس بزاف ما سمعوش كان يرسل فيها واحد من أخواننا تع القدمان شيش معلبلوش أول مرة يسمع بشهادة الهواري واحد من اللي كانوا في كتايب الموت باش الناس اللي ما شافوهش وخاصة بعد قدمان الجيش اللي كانوا في التسعينات باش يعرفوا ماذا كان يجري يعني كثير منهم أو بعضهم راح مازال مخطوع مش عارف وش كان يسرع اسمع وش يقول الهواري كان معاما يسمى بناصر الجن اللي طلعوه جنرال في العام الماضي السلام عليكم أكم السجن شافواري سي بي امي في الغد تنموت اليوم باندي نحكي لكم معنا ناصر الجن حدد أفدقاء المدعو بناصر الجن ناصر الجن كان يدي كيدي في سي بي امي بلي بريم بلي بريم كانوا يدرزوا باش يشكون يدي كيدي كانت لأبريم 10 ملايين 15 مليون 20 مليون كيدي كيدي في سي بي امي الجزاء العصيمة وهو كان مناصي كان حبيبي وصارت لي مشاكين مها كبيرة وهو ولا صديق مقرب يعرفني يعرف لي غاية الغاية كنا نعرف غاية الغاية كان في الليكيدة كيف السي بيامي يحسبوش الكاين 15 21 25 كان هو يقولون همنا اللي كيدي عشراء 16 20 كان نص هم مدينين وكان نص هم ماسكريين مش يدي الليكبرين بزافو كان يدبس بزاف مالو الناس ويدبس بزاف مال المرهمة اثمان كيفش الليكيدة ويش كل الليكيدي بزاف الليهم ورقينة كنش منطرة اك منش عدة تقديلك من البيضة تحسبش كل يلي كذا عشراء قالت اخلص وكان ناصر ميرحمش لا السكرية ولا مدني ولا مرأة ولا الولد سغير كان مام كان عنده يزرجون كان يجيبوا له هذه الفرماسيين ولدي عند ناس اللي عندهم تراهم في ديارهم اللي عندهم الدبز في ديارهم وكانوا يغضوا يليكيدوا نورمالا يدوا الغانيمة الغانيمة كانتو دالفيل عند دارتاك وكانتو احد الوقتين الغانيمة بتذيتو قدبر سواء وخوه يجي في الطريق قسلة الصاشية يدفدهم ولا سواء يتود الغانيمة عند كامل كامل هده تاني انغرون بجون تاني جنرال لا هزين راح نعود وننشرها لكم ايضا وراه فيها اكتر من جزء طبعا هذا اخونا الهواري بعد ما اصيب بسرطان وشاف روحه على بواب انه راح يموت خرج وتكلم هذا الكلام كان هذا الكلام قبل عام ولا عام ونص نظن في 2021 واتكلم هذا الكلام وخرج هذا الكلام للأسف اللي عنده الفيديوهات كلهم اخرجهمش كلهم اخرج جزء منهم فقط لا ادري ماذا ينتظر باش يخرج الفيديوهات الاخرين لثق فيه هذا الهواري ويعطاهم له وهذا راح مقيم هنا في بريطانيا وكان عسكري سابق مخابرات ايضا هو كان مخابرات سابق فنتمنى عليه ان يخرجهم الامر الثاني نظن على الاقل زوج فيديوهات اللي مش اكثر راح يمساعد ايضا يعاود ينشرهم ويخليهم يمشوا لاني كما قلت فاجأت انا البعض ما هوش سامح مش عارف هاد الاشياء هاوش يحكي وش كان يدير ناصر الجن والوناس وعثمان وطرطاق وطرطاقو وبالراس كان الراس اللي يدولي 10 ملايين الاحساب اذا مسجون ولا مش مسجون ولا 10 ملايين و 15 مليون و 20 مليون الراس اللي يعدموه ومرة يعدموه بالشينيول ومرة يعدموه بالتحت التعذيب ومرة يعدموه بالقدومة ولا بالفاس المحظوظ كان يقتل بالرساس ولعلكم من ايضا شاهد الاخ عمار رابحي اللي طلع معايا قبل ايام ورح ما زال يعود ياتهر معايا في حلقة ثانية ايضا على الاقل احكى جزء بسيط مما تعرض له التعذيب في شاطوناف ما بين ديسمبر 18 ديسمبر 91 و 18 جومبي 92 في شهر فقط احكى بعض الاشياء وحكى على اشياء في سركاجي لكن رح ما زال يحكى اللي كان فيها سجين وعلى سجن الشلف الرهيب ايضا ربما يطلع معانا في الايام القادمة لكن اللي ما شافش الفيديو يحاول يشوفوا راها تجاوز تكثر من مئة الف مشاهدة فيه بالثناء اول امس والحقيقة ان هناك اشياء عندما تتحرر البلاد ويكتب تاريخ هذه المرحلة وما فعل هؤلاء المجرمين السفهاء لن يصدق كثير من الناس وبعض الناس يقول لك وين كنا وبعض الناس اللي ظنوا ندافع الجزائر يقول لك ماذا كنا نفعل ولذلك نقول خاوتي قدماء الجيش ونحن نتحاطة معهم ونناصرهم رغم ان هناك غضب بعض الاصدقاء وبعض الناس كتبوا لي قالوا لي لا تدافع عنه لا يا اخوان هذا رغم بؤساء ورغم مظلومين من ظلم منهم فعليه ظلمه وندعوه ان يتوب ويعود الى الله ويعتذر مما قام به من كوارث ولكن رم كثير منهم مساكن ويكفي انهم بؤساء حتى الذين ظلموا منهم فهم اليوم مظلومين فنحن نناصر المظلوم مدام مظلوم وخاصة انهم الان كبار وبالسكر امراض النفسية والعقلية والجسدية ثلاث واش بقى فيهم